اعزائي طلبة طلبات سنوية عامة اهلا بكم في الحلقة رقم 51 من برنامج مدرس على الهوى صباح الخير على كل طلبنا العزاء صباح الخير على كل مدرس اللغة الانجليزية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظتهم حتى نرتكب البرنامج واندنوا من الكمال النهاردة يكون معنا في الحلقة مستر محمد منصور والله يشرح لنا F-conditionals صباح الخير مستر صباح الخير مستر احمد صباح الخير على كل طلب جمهورية مصر العربية صباح الخير على مدرسينا العزاء ان شاء الله النهاردة حلقة محترمة درس تقيل محتاج طالب مركز معنا ان شاء الله يعني ملخص له الدرس بشكل محترم حلقة موفقة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فضل حي صباح الخير طلبنا العزاء صباح الخير مستر احمد ان شاء الله النهاردة هنشرح F-conditionals حالات F حالات F يونت 16 17 18 بتقسم الحالات كلها على مدارة 3 وحدات اخر يونت يونت 18 هو حالات الحزف الـ و البدائل بتاعتها ازاي انت تقدر تتعامل مع السؤال ده في الامتحان ده محتاج تركيز وهدوء وتخلي الدرس ده عبارة عن points عن نقاط واحدة واحدة هتبدأ تفسر F الصفرية الاولى التانية التالتة هتبدأ تعرف الفوارق الصغيرة اللي ما بينهم وان شاء الله ما تزعلش في الامتحان اكيد قاعدة F في الامتحان موجودة في دماغ اي حد بيحط الامتحان 16 عندنا 30 جملة اختياري بيجي منهم جملة F هل السنة دي متوقع بيجي جملة من F اعتقد انا اتوقع يجي جملتين من F مش جملة واحدة يجي حالة من حالات F العادية ويجي لي حالة من الحالات الامتحان حالات الحزف نشوف كده مع بعض الحالات كلها ونبدأ نركز بحيث ان ما يحصلش ما بينهم اي لغة او اي اختلاف مبدئيا الدرس بتاعنا عنوانه F حالة F يعني ايه الكوندشنال يعني الحالات الشرطية لقاعدة F انا الدرس بيقوم بتقسم F لازم بيجي بعدها فعل شرط ثم بيجي بعدها جواب شرط عندي 4 حالات لف 0 كوندشنال 1st كيس 2nd كيس 3rd كيس دول الاربع حالات لقاعدة F لازم حضرك تعرف القاعدة بتعبر عن ايه عشان تعرف انت هتشتغل ازاي وليكن هنتكلم دلوقتي مبدئيا على F0 كوندشنال الحالة الصفرية قاعدة F0 كوندشنال بتعبر عن 2 things عن حكتين بتعبر نمبر وان عن فاكتس عن حقائق وبتعبر عن habits عدد عدد وبما ان حضرتك اتكلمت عن فاكتس واتكلمت عن habits اتكلمت عن حقائق واتكلمت عن عدد اكيد احنا بنتعامل مع present simpletance زمن المضارع البسيط لان هو الزمن الوحيد اللي بيعبر عن facts وعن habits في المضارع فانا دلوقتي باتكلم في قاعدة F0 واقول ف يو وقاب لي space اف يو water ات بوينز وقال لي heat heats is heated وهيت زي ما اتفقنا مع بعض انا عندي F اداة الشرط عندي فعل الشرط وعندي جواب الشرط حضرتك عايز تعرف F الحالة كام عندك طريقين الطريقة الاولى انك تعرف المينينج بتاعها هو بيعبر عن ايه لو حضرتك بتسخن المية المية بتغلي اعتقد الجملة دي fact حقيقة خلاص انا متأكد 100% ان انا في zero conditional ان انا في الحالة الصفرية الحاجة التانية ان انا ابعد خالص عن النقط اللي فيها ال space واروح اشوف جواب الشرط التاعي هلاقي هنا ال verb present symbol ضرع بسيط الحالة الوحيدة للشق التاني فيها بيكون present symbol هي الحالة الزيرو الحالة الصفرية فاذا انا مرتبط ان في الجملة الاولى لازم الجملة بتاعتي تكون present symbol زيها طب حضرتك فكرني present symbol كان بيتكون من ايه present symbol حضرتك ممكن يبقى خمس اشكال شكل اولان present symbol ممكن يبقى verb infinitive فعل في المصدر خالي من اي اضافات زي go verb plus s فعل باضافة s و es و i es وليكن goes present symbol ممكن يكون في حالة النفي don't plus infinitive و doesn't plus infinitive المضارع البسيط ممكن يكون في الامتحان في صيغة المضارع البسيط ممكن يكون verb to be فقط لغير وليكن verb to be ممكن يكون verb to have only فقط وليكن have has بس من غير pp طبعا من غير التصريف التالت لان لو حطينا pp اصبحنا بالتكلم عن present perfect عن المضارع التالي فال present symbol اي شكل من الخامسة دول ده مضارع بسيط فانا بمجرد مقاريط الجملة لو انت بتسخن الميا انها تغلي خلاص بقى fact هبص على السبجكت على الفعل بتاعي i و you و we و they بشتغل معهم على infinitive he و she و it بجيب الفعل بإضافة s او yes وهنا عندنا غلطة بالنسبة لطلبة كتير الطلبة دي اول ما بتسمع present symbol مضارع بسيط بيفكر انه هيختار الفعل الاخر و s هقوله لو سمح يا اما verb infinitive يا اما verb plus s يا مصدر يا فعل اخر و s هتبص على السبجكت بتاعك لين و you دي بقى الاجابة بتاعتي فعلة في المصدر فبعت اجابتي if you heat water لو انت بتسخن المية it boils انها تغلي نفس الاجزامبل ممكن نبقى احنا حلينه مع بعض ولاقي في الامتحان معمول if water و جاب لي space وقال لي it boils وقال لي نفس الاختيارات اللي انا شغل عليها لو المية ايه it boils انها تغلي حضرتك عارف اننا بتكلم عن fact عن حقيقة خلاص انا شغل في الزير و كوندشت وعشان الشقة التاني كمان present simple فاتفكر في heat وheats بس كلامك مش مظبوط فكر في 5 في الخمس اشكال اللي عندي الهناك فعندي ممكن heat ممكن heats وممكن is heated بمعنى لو المية تسخن ولا تسخن تسخن مش المية اللي هتسخن لوحدها اذا هنا الجملة دي passive في مبني للمجهول والمبني للمجهول m و is و r plus b b زائد التصريف التالت فالاجابة بتاعتي هتكون if water is heated لو المية تسخن it boils انها تغلي جميل لو هو حابب في الامتحان يعمل شكل بسيط بس ويبقى دا مميز بالنسبة له مش هيجيب لك f هتلاقي بادئ الجملة when when water is heated it boils عندما المية تسخن it boils انها تغلي ممكن يعمل الشكل ده ممكن في الامتحان انا لو بحط انا الامتحان هجيب نفس الامتحان بس اعمل كده واقول it boils واحد يقول لي خلاص انا فهمت من حضرتك وحفصت شفت الشق التاني لقيته present symbol مضارع بسيط يبقى الشق الاولاني مضارع بسيط يبقى هو verb infinitive يأمى الفعل في المصدر يأمى الفعل اخر اس اقول له طب قول لي يا شاطر انت هتعرف منين انه مصدر اخر اس اللي هشوف السبجيط i و you و we with they هجيب المصدر هي وش هي وقيت هجيب الفعل اخر اس انا مش هتعب خالص انا كل اللي هعملو هبص على السبجيط راح يبص على السبجيط مش مول ما لقاش اصلا فيه سبجيط في الجملة فلو وضع الامتحان شل السبجيط في الجملة والجملة اصلا كانت passive مبنية للمجهول الطبيعي كانت لو المية تسخن عشان كده دايما مش هتلاقي هنا السبجيط في الجملة التانية مكتوب اكتا هتلاقيه حطته لك water انها تغيي لو سخنت ولا سخنت هنا في سبجيط الفاعل محذوف هحذف كمان verb to be وهترك فقط لغير ال pp التصريف التالت للفعل واحد يقولي حضرتك بتختار ماضي بسيط والشق التاني مدرع بسيط ده مش ماضي بسيط ده ال pp ده التصريف التالت للفعل فلا فرضا ان انا شلت السبجيط الفاعل من الجملة خالص يبقى انا كده هتعامل مع قاعدة f الحالة 0 f plus pp زادة تصريف التالت فقط لغير جميل ممكن كمان f zero اتعامل معاه في الامتحان لقيته بيقول f u mix yellow and red لو حضرتك بتخلط الاصفر and red الاحمر قالي u وجاب ال space وقالي orange وقالي get gets will get what get هاقول لو حضرتك بتخلط yellow and red الاحمر والاصفر حضرتك هتحصل على اللون الورينج اللون البرتقالي هنا بقى السؤال هل في احتمالية لان انا اجيب اللون البرتقالي ولا ده fact 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 اكيد مستحق غير ده فطالما هو fact فالاجابة بتاعتي present symbol مضارع بسيط الشق التاني مضارع بسيط يا infinitive يا verb plus s طبعا هجيب infinitive عشان you يبقى المضارع البسيط facts habits وممكن خلط الالوان عمليات خلط الالوان يعتبر نوع من عنوع الفاكتس فيه كمان if you add لو حضرتك بتضيف six two seven if you add six two seven you وجاب لي space وقال لي fifteen وقال لي get gets don't get won't get thirteen بقى fifteen اه طعم اوك 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 هو الطالب طبيعي هيفكر انها ثرتين تمام فبقول لو انت بتضيف ستة لسبعة او ستة وسبعة مش هتحصل على خمس طبعا الطبيعي انها هو تلات عشر فاي طالب مستعجل في الامتحان متوتر هيشوف ان ده f present symbol مضارع بسيط هيقول الشق التاني كمان مضارع بسيط لان انا عارف مركز في المينيج مركز في اخر كلمة فعلى طول هيختار كلمة get لو انت هتضيف ستة السبعة ستحصل على خمس طاشر طبعا غلط لا طبعا غلط المفروض ستة وسبعة هتجيب معايا التلات عشر فالاجابة بتاعتي مش get المفروض اجيبها present symbol من في وبما ان هنا you يبقى الاجابة don't get اذا انا برجع تاني في الاخر واقول ان ال present symbol ممكن يبقى مصدر plus s present symbol ممكن يبقى don't or doesn't present symbol ممكن يبقى passive مبني للمجهول الاشكال دي كلها مهمة present symbol يعبر عن facts يعبر عن habits خلطة الوان جمع وطرح وضرب واسمها اقدر استبدل f الزيرو الحالة الصفرية اقدر استبدلها كمان ب win بقاعدة win بمعنى عندما برضو يبقى zero condition طب حضرتك ممكن ايه كمان يجي في حالة الزيرو احنا قلنا طبعا ال f خلاص في الحالة الاولى present symbol في حالة زيرو والشقة التاني present symbol مضارع بسيط برضو زيها طيب حضرتك تقدر تقول لي هنعمل ايه هنا في f الزيرو كمان ممكن يجي لي ويقول لي if the park وقاب لي space the tree dies وقال لي damage damages damaged is damaged وقال لي اختار لو اللحاء the tree dies الشجرة بتموت كلنا عارفين ان اللحاء بتاع الشجرة جزء مهم جدا فيها small animals للحيونات الصغيرة like goats مثل الماعز love eating park بيحبوا يأكلوا اللحاء دايما فلو اللحاء ده تم تدميره الشجرة على طول بتموت فلما اقول لو اللحاء ايه الشجرة بتموت لو اللحاء يدمر ولا يضمر يضمر passive verb to be ثم تصريف تالت مثال مهم وموجود في الـ tip script ناصل السماع وردنج تكست اللي موجود في يونت 16 اقدر برضو وضيف وقول if there is much rain the rings وقابل space وعلي wider وقال is are will be what be if عايز اعرف الحلق كام هشوف مليش دعب المكان اللي في الـ space هشوف الـ verb اللي موجود لقيته is ده present مضارع اركز في معنى الجملة لو يوجد مطر كتير the ring الحلقات بتاعة الشجرة بتكون wider بتكون اوسعة كلما كانت كمية المطر اكتر كلما كانت الحلقات اوسعة فpresent symbol والشق التاني present symbol نوع من انواع present symbol ممكن يبقى verb to be بس فالاجابة is yeah r الحلقات جامع يبقى الاجابة r يبقى لو يوجد كثير من المطر the ring is are wider خلاص اتفهمت قوي ان f-zero كوندشن الحالة الصفرية facts حقائق ولكن ممكن اقول if i feel tired لو انا بشعر بالارهاق i a doctor وجاب لي في الاختيارات i see will see what see would have seen وقال لي اختار لو انا بشعر بالارهاق are you space a doctor طالب مستعجل في الامتحان بيركز مع tired ويقول لي tired ده ماضي لانه اخر ايه دي اولو لو سمح tired ده adjective دي صفة مش اي حاجة اخرى ايه دي تبقى verb تعرف منين انها adjective جاي قبلها في look sound والافعال دي بيجي بعدها adjective صفة فلو انا بشعر بالارهاق انا بشوف الدكتور واحد يقول لي دي مش فاكت يعني انا بشعر بالارهاق بخش انام واحد تاني بياخد مسكن واحد تاني بيروح للدكتور فدي مش فاكت اقول له ولكن لو جاب في الجملة adverb of frequency ظرف من ظروف التكرار واليكون usually always sometimes often never rarely ever الحاجات دي تعبر ان الجملة تعبر عن habit يبقى كده الجملة بتاعتي عادة وطالما هي عادة يبقى present symbol والشقة التانية present symbol يبقى الاجابة بتاعتي see if I feel tired I usually see a doctor دي if zero حزاري من المثال اللي جاي مثال مهم if you cut my tree at with space die dies will die would die لو انا قلت if you cut a tree هل يفرق الاجزامبل اللي قدامي لو انا قلت if you cut a tree or if you cut my tree تفرق طبعا if you cut a tree لو انت اطعت اي شجرة في الدنيا صفة عامة هنا انا بتكلم in general بتكلم بصفة عامة طالما بتكلم بصفة عامة يبقى دي fact حقيقة يبقى present symbol present symbol يبقى الاجابة dies ولكن لو حصل في الجملة تخصيص خصصت الجملة بذيس بذات بديز بزوذ لخصت كمان يعني عملت تخصيص فيها بماي بهز بهير هستخدم فيها حالات الملكية تتحول قاعدة f من الحالة zero الى الحالة الاولى ودي اول نقطة ممكن يبقى فيها كلام ان انا اغير قاعدة f من الحالة الصفرية للحالة الاولى فقط في حالة واحدة وهي حالة التخصيص هخصص ازاي هلاقي الكلام اللي انا بتكلم عليه خصصه لي بماي بهز بهير بهير بديز بزوذ اي واحدة في دول انت بتتكلم كده الحالة الاولى فبقت حضرتك تعرف ايه عن f الحالة الاولى f الحالة الاولى تفرع عن f zero الحالة الصفرية في ان جواب الشرط بتاعها مختلف قليلا بمعنى لما اقول قاعدة f في الفرست كيس بتبقى present symbol مضارع بسيط ولكن الشقة التانية لازم subject لازم اجيب subject فاعل وبعد فاعل ممكن well ممكن can ممكن may ممكن must وطبعا لازم يجيب بعدهم verb infinitive فاعلة في المصدر بمعنى اديني example كده مثال وعرفني f الحالة الاولى بتعبر عن ايه في الحالة الاولى بتعبر عن probability or possibility in the future يا اما احتمالية يا اما امكانية لحدوث شيء في المستقبل وامكانية واحتمالية حدوث شيء في المستقبل لازم تكون احتمالية كبيرة لحدوث الشيء بمعنى لما اقول اف اف يو ترين هارد لو انت بتتمرن كويس يو وجعب لي space وقال لي وين 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 وينز لو انت بتتمرن كويس يو ايه لو انت هتتمرن هتفوز فانا بقول دلوقتي لو بتتضرب كويس هتفوز واحد يقول لي اه كل اللي بتضرب كويس بيفوز لا دي مش فاكت دي احتمال كبير انك تفوز لانك ممكن تتمرن كويس والفريق اللي قدامك يبقى اقوى منك ويتخسر ممكن تبقى بتتمرن كويس والفريق اللي قدامك ما يجيش المطشة اساسا وطبعا اه يبقى ممكن مش معقول هيكسبك مرتين في اسبوع واحد فبيبقى دايما بيدي space فلما اقول لو حضرتك بتتمرن كويس انت هتفوز فدي احتمالية احتمالية كبيرة لحدوث الشيء يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى will win يبقى لو انت بتتدرب هتفوز محدش قولي دي fact في احتمالية كبيرة توصل لتسعين في المية فالاجابة بتاعتي will win حاجات بتعرفني كده انه ممكن تبقى الحالة الاولى لما لاقي كلمة دلة على الفيوتشر يعني ما لاقي tomorrow in the future next week next year اي كلمة دلة على الفيوتشر على المستقبل بتديني برضو امكانية ان انا اعرف ان انا في فالاجابة بتاعتي تبقى will ما لاقيتش will في الاختيارات ممكن كان ممكن may برضو كلهم متحين ممكن كمان قاعدة f في الحالة الاولى زي ما قلت بتعبر عن احتمالية كبيرة في المستقبل ممكن الشكل يكون غريب شوية if you want to succeed لو حضرتك عايز تذاكر it's necessary to have a time table لو انت عايز تنجح من الضروري ان يكون لديك جدول موعيد وانت بتذاكر لازم يكون عندك جدول واحد يقول لي طبيعي ان انا لاقي f بعدها present simple مدرع بسيط هقوله جميل اوي بص الشقة التاني كده يجوز انك تستخدمها it's وصفة و2 المصدر بمعنى هده لك كده تعتبر advice تعتبر نصيح من الضروري ان تفعل كذا فقعدة f في الحالة الاولى ممكن اجي present simple مدرع بسيط والشقة التاني at ثم verb to be ثم صفة قعدة f first case الحالة الاولى ممكن اقولك if you feel very hot لو حضرتك حسيت ان انت سخن جدا وصلت الموضوع لدرجة favor الحم تمام you وجاب لي space وقال لي a doctor وقال لي you see will see would see must see وهنا ال confusion بيبدأ يحصل لو انت بتشعر بالحرارة الشديدة انت ايطر الطبيب واضح ان انا هنا هدي advice هدي نصيحة ومش بس normal advice ده انا هدي strong advice في حالة strong advice بستخدم must you must see a doctor يجب ان ترى الطبيب فدي برضو حالة محترمة في قعدة f first case الحالة الاولى ان اشتغل f present symbol والشقة التاني must والمصدر قعدة f الحالة الاولى قلنا كلها بتعبر عن probability عن احتمالية وامكانية لحدوث الشيء لكن f الحالة الاولى ممكن الاقي if you arrive early لو حضرتك هتوصل بدري me at home وقالي اختار وقالي contact طبعا يعني اتصل contacts will contact what contact انت طالب دلوقتي مميز شفت قعدة f جاي بعدها present symbol مضارع بسيط ففكرت ان الشقة التاني هيبقى حاجة من الاتنين يا present symbol مضارع بسيط زيها لو هي zero ممكن تبقى will والمصدر لو هي الحالة الاولى لو انت هتوصل بدري لو سمحت اتصل بيا دي مش فاكت مش حقيقة فالطالب ممكن يفكر في كلمة will لكن افتكر معايا تركيبة قعدة f f present symbol لازم الجملة التانية تبدأ بsubject فاعل ثم will وكان ومي هنا انا استغنيت عن الفاعل اصلا الشقة التانية جواب الشرط بدون subject بدون فاعل اذا لم يوجد فاعل في الجملة اشتغل الverb infinitive اشتغل الفاعل في المصدر or don't والمصدر اللي هي الجملة الامبراتف كيس الحالة الامرية لو هتوصل بدري please contact me just contact me برضو ما تخدعش ممكن يجيبلي في الامتحان يقولي just لو انت هتوصل بدري just me في ناس تتوقع تتخيل ان just دي ممكن تبقى subject فاعل الفاعل يا اسم يا ضمير فحضرتك just دي مش subject هنا يبقى الاجابة بتاعتي لو هتوصل بدري لو سمحت اتصل بي يبقى الاجابة contact me or don't contact me ما تتصلش بي قاعدة f الحالة الاولى بالشكل اللي بنتكلم فيه f الحالة الاولى بنربطها بيونت 18 بالواحدة 18 في حالات الامشن لf حالات حزف f والالترونيتفز البدائل بتاعتها اللي انا ممكن استخدمه في f في الحالة الاولى بديل لf اول نوع بديل لf هو ممكن استخدم وطبعا يجوز عدم استخدام ذات بروفايدنج ذات از لونج از اونلي اف انكيس ذات او انكيس بس من غير ذات كل ده لازم يبقى يورا subject verb object اللي بنسميها جملة كاملة لازم عشان استخدم اي واحدة بدول لازم يجي بعدها subject verb object فاعل وفعل ومفعول مفيش فاعل وفعل ومفعول اجابتك كلها هتكون غلط بمعنى جملة في الامتحان وقال لي he studies hard he will succeed وقال لي في الامتحان استخدم in case of وقال لي استخدم unless وقال لي استخدم although وقال لي استخدم however space he studies hard هو بيذاكر كويس he will succeed هو هينجح واضح ان هنا في شرط شرط عشان ينجح لازم يذاكر كويس اذا انا بشتغل قاعدة F بدور على F ما لقيتش F طب ايه البديل بتاع F ممكن in case of ممكن unless بس also برا however برا فانا لما اجا فكر في المثال لو هو هيذاكر كويس هو هينجح انا ما لقيتش F الطبيعي ان انا لازم الاقي كلمة in case او provided او providing that واحد يقول لي طب in case of دي تفرق مع حضرتك ايه عن كلمة in case هقول له الاختيار ده كده out برا عني لان لازم يجي بعدين جيران لازم يجي بعدين يا اس يا ايه ما فعل باضافة ing طبعا طالما ما مفيش F يبقى البديل in case واحد يقول لي طب unless دي اعمل بها ايه احلها ازاي unless هي بديلة ال F بس هي النفي ال F بتساوي F not شرطة اساسي انه ما يجيش بعدها نفي فقول اذا لم تزاكر جيدا هنفي الجملة التانية you will fail سترسب او you won't succeed لن تنجح هنفي الجملة التانية اهم حاجة انه انس لو جت هيجي بعدها الجملة مثبتة ويبقى معناها اذا لم اذا لم تزاكر سوف ترسب ده طبعا ارضو هاوفر الاتنين برا عني اللي انه هما الاتنين حالتين في التناقض يبقى الاجابة بتاعتي in case عرفنا الفرق بين in case عرفنا الفرق بين in case of in case عايز افعل وفعل ومفعول in case of عايز اسمع او i in g مش لازم in g بس ممكن يبقى in case of emergency في حالة الطوارئ in case of fire في حالة الحريق ناو اتنيني بصح جاب لي مسال حلو قوي وقال لي running the company is hard i'll sell it وقال لي in case وقال لي in case of وقال لي اختار a running the company is hard i will sell it طبعا اي طالب مستعجل وفي الامتحان اول ما هيشوف في running فيها verbal plus in g على طول هيجري ويختار كلمة in case of هقول له انت عندك حق انك تتخدع ان ال in g بيجي مع in case of بس انا قلت اسم او in g بس لكن لما اقول running is a company ادارة الشركة ادارة الشركة ده subject ده فاعل is the verb hard ده ال object بتاعت بقت فاعل وفاعل ومفاعل جملة كاملة بقت جملة كاملة ما بقتش in case of فالاجابة بتاعتي تبقى in case بس provided that providing that as long as only if كلهم هيبوا صحة لكن اهم حاجة ما تتخدعش في in case of مش اي in g تختار عليها in case of لو جاي بعد ال in g verb تاني اوعى تختارها خد in case فقط لغير ويبقى معناها في حالة اللي بتساوي f قاعدة f الحالة الاولى في مثال اخير عليها وبرضه السؤال ده بنشوفه في الامتحانات كتير جملة وقال not tulip study hard she will succeed وقال لي فيها f unless in case should وقال لي اختار طبعا او ان انا المفكر في مثال زي ده لو tulip هتذاكر كويس هي هتنجح احتمال كبير جدا اول ما هتذاكر هتنجح لكنها مش فاكت لان الامتحان ممكن يجي صعب ممكن يبقى فيه ظروف يوم الامتحان فلو تيولي بتذكر كويس هتنجح الطبيعي ان انا الاجابة بتاعتي تكون f بس السؤال هنا اللي انا لازم اسأله للناس عمرك شفت اسمه مفرد ييجي بعده الفعل في المصدر ما ينفعش فلو انت اخترت f هتبقى لازم تختار انكاس زيها والاجابتين out لان ما ينفعش المفرد ييجي بعده الفعل في المصدر الا اذا كانت الجملة بدأ بكلمات should كلمة should ممكن تكون بديلة القاعدة f الحالة الاولى والحالة التانية بشرط ان ييجي بعدها السبجيكت ثم الفعل فين في المصدر يبقى لو تيولي بيتذكر كويس she will succeed هي هتنجح شرط اساسي ان ده يبقى المصدر عشان اجيب should تنفع تبقى shouldn't تنفع تبقى shouldn't انت برضو ما فيش مشاكل من تيولي بقى بنتي تمام تمام يبقى shouldn't تيولي بستادي هارد لو تيولي بما ذكرتش كويس she won't succeed هي لن تنجح نعم برضو شكل تاني من الاشكال عندي ايه كمان ممكن استخدمه في if الحالة الاولى اعتقد احنا غطينا كل الافكار بتاعتها وعرفنا ان البدائل بتاعتها provided that providing that only if in case should تنفع حالة اولى وحالة تانية ايه هي if second case الحالة التانية if الحالة التانية ياريت الطلب بتوعنا ياخدوا نفس كده ويبدأوا يفصلوا الصفرية والاولى عشان احنا ندخلين على معترك كبير دلوقتي if second case حالة التانية والتالتة if الحالة التانية بيجي بعدها past simple ماضي بسيط والشق التاني subject عندك فاعل ثم would او could او might plus infinitive زائد المصدر قاعدة if الحالة التانية بتعبر عن ايه بتعبر عن تلت حاجات واحد ممكن يكون موقف خيالي غير حقيقي ممكن بتعبر عن advice عن النصيحة ممكن قاعدة if الحالة التانية كمان تعبر عن imaginary situations الموقف الخيالي والاحتمالات الضعيفة بمعنى الماضي البسيط لازم نعرف انه ممكن يبقى verb plus d او ed ممكن يبقى تصريف تاني الماضي البسيط ممكن يبقى didn't plus infinitive الماضي البسيط ممكن يبقى was where plus lpb الباسف الماضي البسيط ممكن يبقى was where بس الماضي البسيط ممكن يبقى head بس if الحالة التانية بتعبر عن ايه قلنا بتعبر عن الاحتمالات الضعيفة او المواقف الخيالية يعني مثلا لو انا قلت if i went to south africa لو انا رحت south africa جنوب افريقيا i وجاب لي space وقال لي باكماني ده بكرة الكلام ده ان شاء الله بكرة عشان فيه مطش مهم لو انا رحت جنوب افريقيا انا احتمال ان انا قابل باكماني هناك باكماني ده اللي هو اللاعب بتاع sun down زي اللي سجل الهدف الخامس في النادي الاهلي طبعا ده يفرق عن زواني وعن لانجرمان خالص فقال i will meet i meet i would meet i would have met لو انا رحت جنوب افريقيا انا هقابل باكماني على فكرة لو انا رحت جنوب افريقيا احتمال ان انا قابل الراجل ده طبعا مش احتمال كبير لان جنوب افريقيا كبيرة جدا ولازم تروح مدينة بريتوريا ولازم تروح تحضر ماتشل سانداونز عشان تقابل الراجل ولكن ده لا ينفي ان انا ممكن اقابله هنا بقى السؤال هل الاحتمالية دي احتمالية قوية زي الحالة الاولى ولا احتمالية ضعيفة احتمالية ضعيفة عشان كده بس تتغل الحالة التانية ومن غير ما تتعب قلبك بمجرد ما هلاقي اف جابها ده الماضي البسيط الشق التاني هيبقى وود بلاس انفينيتيف وود والمازلر اف السكند كيس ممكن لما اقول لو انا عاشت لو انا عاشت على الامر انا كنت ابني اصر هناك هل انا ممكن اعيش على الامر انا بافترض افتراض غير حقيقي او افتراض خيالي يبقى الاجابة ماضي بسيط والشق التاني وود والمصدر قاعدة اف الحالة التانية ممكن استخدمها في حالة النصيحة لما اقول لو كنت مكانك ودي لازم نبقى عارفين انها موقف هنا برضو انا ماينفعش اكون مكانك انا بتخيل ان انا مكانك فيها نصيحة شوية فيها نصيحة التلات مصطلحات نفس المعنى لو كنت مكانك انا ماينفعش اكون مكانك انا بتخيل فقف ماضي بسيط وضو المصدر بس السهر احنا من احنا صغارين متعودين ان اي بتاخد ووز حضرتك ازاي كاتب وير وصح وير صح الاكسر شيوعا استخداما هي كلمة وير وير مع كل الدماء انا ماينفعش اكون طائر فبتخيل فالاجابة بقى ماضي بسيط والشق التاني وضو المصدر وضو المصدر يا طرى اف في الصفرية لما كنت باحذفها كنت بحط مكانها وين طب اف في الحالة الاولى لما حبيت احذفها حطيت مكانها وكذا وكذا اف في الحالة التانية ممكن البدائل بتاعتها تكون ايه عندي حاجات كتير suppose و supposing that suppose that او supposing that وممكن احذفها suppose و supposing اتفقنا لذات ممكن تتحذف on condition that او on the condition that في حالة انه ممكن provide ممكن كمان اجيب imagine و imagining that بس طبعا كل ده لازم بعديد complete sentence جملة كاملة جاب لي في الامتحان he lived under water لو هو عاش تحت المية he would see sharks هو ايه السمات القرش جاب لي في الامتحان وقال لي unless وقال لي suppose وقال لي in case of وقال لي في الامتحان كمان although ايه هو عاش تحت المية هو ممكن يشوف اسماك قرش طبعا انا بتكلم هنا عن موقف خيالي افتراض برضو محدش بيعيش تحت المية فهو افترد فالمفروض يجيبها الاجابة بتاعته تبقى F انا هنا ما عنديش كلمة F لكن عند unless المعنى غلط طبعا لانه مش مانفي الاجابة الوحيدة اللي تنفع suppose تنفع بديلة الافتراض ممكن كمان يجيب لي في الامتحان ويقول لي space I are a robot انا ايه انسان قالي I would do many jobs انا كنت ادي كسير من الوظائف جاب لي وقال لي في الامتحان F where unless suppose وقال لي اختار لو بصيت للمثال ده هلاقي الجملة كده ايه انا انسان قالي انا كنت ادي كسير من الوظائف كلنا شفنا ان فيه word plus infinitive عرفنا انها حالة تانية هفكر في F هقولك F غلط هنا unless غلط هنا لان ما فيش verb في الجملة اذا حزف الفعل من الجملة لا يجوز استخدامك لF وunless والبديل هيكون كلمة where وطبعا صبوز زي F كمان يبقى الاجابة where I are a robot لو انا كنت انسان قالي يبقى شرطة اساسي عشان استخدم where لازم ما يكونش فيه verb في الجملة طب فرضا بدأ الجملة وقال لي where I fast I would win وقال لي run runs ran to run وقال لي اختار هقول له انا اتفقت طبعا ما بدأت بwhere انا في السكند كيس في الحالة التانية شرطة اساسي ما يكونش فيه verb طب هو جايب لي الاختيارات كلها اصلا verb يبقى قدامك حالة واحدة فقط لغير where لو جات في الاول يبقى بعدها two plus infinity most but where I to run لو انا كنت جريد بسرعة I would win انا ممكن افوز ممكن كمان يقول لي if I a car I would drive it وقال لي where head is R عايز تعرف F كام بص على الشقة اللي مفوش لاقينا وضو الايه والمصدر طالما وضو والمصدر يبقى حالة كام تانية يبقى انا لازم الفعل بتاقي يكون زمنه ماضي عندي where ماضي وعندي head ماضي ترجم كده لو انا كنت عربية انا كنت اسقها ولا لو كنت امتلك امتلك لو كان عندي عربية اذا يجوز F second case ان انا استخدم معاها كلمة head وليس where في الاجزامبل ده يبقى F I had a car لو كنت امتلك سيارة او لو كنت امتلك اموال اخر حاجة في الحالة التانية ان ممكن البديل بتاعها هيكون but for او F 24 او without بس بشارت اجيب بعدها الفيرب بلاس ing but for F 24 without لازم بعدهم اسمه وفيرب بلاس ing وبعد اذن حضرتك خليك متأكد انها لازم if it weren't ما نفعش if it were لان دول بدائل لأن لان لس مش بدائل لأف بيجي بعدهم ناون but for his help لو لمساعدته I would face troubles انا كنت اواجه مشاكل انا عايز ااكد على اهمية مساعدته ليا فبقول لو لمساعدته ليا انا احتمال لبناء قبل المشاكل but for without if it weren't for بعدهم اسم متى انا استخدم if الحالة التالتة الندم والتعبير عن الاشياء التي حدست في الماضي عشان كده لو لقيت كلمة دلة على الماضي البسيط غالبا انا بشوف غالبا انا بشوف وبعرف ان دي الحالة التالتة بمعنى لما الراجل يقولي في الامتحان if I had run fast لو انا كنت جاريت بسرعة I would have won كلام ده معنى ايه؟ ده معنى ان انا ولا جاريت بسرعة ولا فست فبندموا بقول لو كنت جاريت بسرعة انا كان ممكن افوز ده معنى ان انا مجاريتش ومعنى ان انا مفوزتش اتأكد ان would وhave will be انا لو بحط امتحان هسأل سؤال واحد واقول if I had studied hard لو انا كنت ذاكرت كويس I would have succeeded لو انا كنت ذاكرت كويس انا كنت انجح بسر انت جايب الجملة محلولة ما انا لسه اسأل it means الكلام دا معناه اي بقى that I study ولا studied ولا don't study ولا didn't study السؤال دا بيعتمد بشكل كبير على انك تبقى فاهم معنى الجملة لو انا ذاكرت كويس انا كنت انجحت دا معنى ان انا ما ذاكرتش ما ذاكرتش فانا بتكلم في الماضي يبقى ايجابتي فانا بقول لو كنت ذاكرت كنت انجحت من الاساس انا ما ذاكرتش يبقى لجابة معناها ان I didn't study افتكر ان الحالة التالتة كان اساسها ان الجملة past simple يا ترى ايه البديل بتاع اف الحالة التالتة اف الحالة التالتة البديل بتاعتها suppose supposing imagine imagining برضو نفس الكلام اللي انا قلته في الحالة التانية ولكن الابرز لما يقول ايه I seen the film I would have been happy وقال لي if where had unless عايز اعرف انا في الحالة كام بصيت اشق التاني لقيت would have will be حالة كام تالتة جيبها الاجابة كلهم ينفعوا معا دا where الطبيعي ان انا لو هختر if unless لازم فاعل had will be بعد اذنك عشان تجيب حالة تالتة لازم had وتصريف تالت طبعا انا حاسس هنا ان في حاجة نقصة فعلا في had نقصة من الجملة لو ما فيش had في الفعل الاساسي بتاع الجملة اذا البديل بتاعها هيكون had في اول الكلام عشان تعوضها يبقى had i seen دا فيلم ويبقى معناها لو انا شوفت الفيلم حضرتك اصدق ان had ممكن تيجي حالة تالتة مع انك لسه قال من شوية ان ممكن تقول had i a camera i a at will use ولا would use ولا would have used had هنا حضرتك قلت لي لو جات في اول الجملة اتنين يا حالة تانية يا تالتة لو لقينا تصريف تالت يبقى انك في الحالة التالتة وركز على دي لو فيه تصريف تالت يبقى الحالة التالتة مفيش تصريف تالت يبقى انت في الحالة التانية يبقى ايجابتك would use use لو انا كان عندي كاميرا انا كنت استغدرها i run fast i would have lost the race have had where unless فهمناها في كلمة would have and have third يبقى المفروض افكر في دول معها كلمة where اجابتك طالما ما فيش هاد في الجملة يبقى الاجابة بتاعتي تبقى مين had الاربع اختيارات غلط ما يجوزش هاد لانك لو ترجمت لو انا جريد بسرعة انا كنت خسرت السباء استحالة طبعا المفروض كان يبقى الاختيار بتاعي هو كلمة مين hadn't يبقى لو كنت انا جريد بسرعة انا كنت خسرت السباء اخيرا بننهي الحلقة ان but for without if weren't for اللي خدناه من شوية حالة تانية يجوز يبقى but for if it hadn't been for without بس دول بعضهم برضو اسمه ing بس الحالة التالتة would have will be عاكب تاني it hadn't been حالة كام تالتة if weren't مصر رحمة حالة كام تانية تمام ودي كانت ومنت بقى لخسنة الاربع حالات كقواعد كده السي بالنسبة zero conditional first second دي كانت اخر حاجة عندنا النهاردة في الحالة التالتة افكر تاني الناس وافكر ولادنا وحبابنا باللي انا قلته كله من تاني عندنا اربع حالات الحالة الزيرو الصفرية عندك حاجتين facts عندك يا اما حقائق يا اما habits يا اما عادات حقيقة علمية present symbol present symbol عادات present symbol present symbol هتلاقي usually sometimes often ممكن عمليات خلط الالوان انت في الحالة الصفرية جمعوا طرحوا ضربوا اسمها حالة صفرية الا لو حط تخصيص فانت تحولت الى الحالة الاولى ما تنساش ان f البديل بتاعها في الحالة الصفرية هو when لو رحنا ال f الاولى احتمالات كبيرة في المستقبل اي كلمة دلعا المستقبل انت حالة اولى هتلاقي will we can if بعدها present symbol مدرع بسيط will we may we can حالة الاولى احتمالات بديلها provided that providing that only if in case in case بس افتكر ان لو قلتلك if i can solve the problem لو انا اقدر احل المشكلة my teacher will be happy مدرسة هيبقى سعيد واحد يقول انت جايب بعد if can اه كان دي مدرع بديلة am و is و are able to فاجيبه ووله المصدر if الحالة التانية بتخيل تخيلات مش حقيقة if i wear you لو كنت مكانك if i wear a bird بستخدمها لاحتمالات ضعيفة بحدوث الشيء في المستقبل بستخدم if الحالة التانية كمان في ال imagine situation if i wear a pilot وهكذا بديل if الحالة التانية ممكن suppose supposing imagine imagining واجيب بعدهم جملة كاملة ممكن ابدأ بwhere في اول الجملة where i a report where i a bird لو مفيش مفعول لو مفيش فعل في الجملة يبقى where where i عبدالله لو انا كنت مكان عبدالله ممكن يبقى هاد بس برضو مفيش فعل if الحالة التالتة اوعد انسى انها تعبر عن شيء حدث في الماضي if ماضي تام would have والبي بي عايز تشيل if حط هاد في اول الجملة وحط بعدها تصريف تالت فقط لغير لو هتجيب but four ووزاوت وif it hadn't been for بعدهم اسمه واخد بالك but four ووزاوت حالة تانية وحالة تالتة لو هيجيب but four ووزاوت في الامتحان حالة تالتة هيحط لك المدلة على الماضي البسيط yes sir day is the other day وكده واتمنى ان انا اكون ادارت على خصلكو unit 16 17 18 شكرا مستر احمد فضلا مستر محمد شرفتنا مستر محمد ودي حلقة من حلقات الممتعة بصراحة في حلات F استمتعت بها جدا مع حضرتك ونتمنى حضرتك تشرفتنا في حلقات قادمة ان شاء الله في مراجعة قادمة شرفتنا مستر محمد شرفتنا حبيب شكرا شكرا